مرحبا يعطيكم العافية معكم دكتور طلال نحلاوي استاذ مساعد في قصة مداوات الأسنان هنتابع اليوم بمحاضرتنا على الاعتبارات اللبية في مداوات الأسنان الترميمية الجزء الثاني سبع حكينا في المحاضرة السابقة عن تأثير الانتان الجرسومي على أحداث ذيات لبية بالإضافة إلى تأثير ساليب التحضير غير صحيحة على رضء اللب السني وما يتبع ذلك من محاولات من أجل تخفيض ذلك من خلال ابتكار بعض الطرق السابقة اللي حكيناها كالإير إبريجن والليزر والكاريسون هنحكي اليوم أكثر عن مسببات الألم السني بعدما تعرفنا عن مسببات الالتهاب السني الألم طبعا هو الشكل الأساسي اللي يخلي مريضنا يراجع عيادة طبيب الأسنان من أجل الحصول على العلاج اللازم وتخلص من الألم اللي هو ممكن يكون نتيجة سانوية للتهاب الممكن يصير نتيجة الانتان الجرسومي من أكثر النظريات التي تفسر الألم اللبي هو نظرية الـ Hydrodynamic Theory أو النظرية الـ Hydrodynamic Theory أو المائية الحركية طبعا هذه تفترض أو باختصار هي عبارة عن حركة السوائل خروجاً وبسرعة يؤدي إلى انضغاط اللب السني لما يكون عندي انفتاحها في غير موضوع التسرب الجرسومي نتيجة خاصية الشعرية تنسحب السوائل عبر هذه الفراغات خروجاً لما تنسحب هذه السوائل ستولد ضغط داخلي ضمن اللب السني يبينعكس بشكل أو باخر باللب السني وطبعا هناك الكثير والعديد من المؤثيرات التي تساهم في سرعة حركة السوائل اللي بتلعب دور في إحداث الألم اللبي طبعا مثلنا التنبيه أو التخريش هو يجعل السرعة الطبيعية للسوائل تتحرك لسرعة أعلى وبالتالي يؤدي إلى نهايات العصبية الموجودة وبالتالي يتشكل لدينا بالألم السني طبعا هذا فيما يتعلق بالألم بشكل عام أيضا تغييرات الحرارية بتلعب دور في إحداث الألم من خلال الحرارة بحد ذاتها وعلاقة المحاضرة الماضية أنه كلما زاد ثخانة العاج المتبقي كلما كان الحماية اللي بيئة أعلى وكلما قلت كلما كانت الحماية اللي بيئة أقل وبالتالي كلما قلت ثخانة العاج المتبقي العزل الحراري بقل نعرف أن العاج هو عازل ممتاز وخاصة بيسروا احتواءه على كمية كبيرة من الماء إلا أنه كلما قلت كلما كان هذا العزل الأقل وبالتالي الألم الذي يحدث نتيجة تغييرات الحرارية بيكون سببه بشكل أساسي الحرارة أو صدمة الحرارية المباشرة واللي العلاقة مباشرة بكمية ثخانة العاج المتبقي بالإضافة إلى أن تغيير الحرارة يمكن اعتباره كأحد المثيرات اللي سبق ذكره سابقاً التي تساهم بزيادة سرعة حركة السواعي الخروجاً مما يدعم أيضاً فرضية الهيدروداناميك ثيورهي فيما يتعلق بتفسير الألم السني لذلك يمكن تفسير الألم السني الناجم عن التغييرات الحرارية بواحد الناقلية الحرارية بشكل أساسي للمادة المرممة أو العاجز المتبقي نين الفرضية الهيدروداناميكية التي تفسير الألم كأعتباره أحد المخرشات التي تزيد سرعة حركة السواعي صراحة الهيدروداناميك ثيورهي هي لقيت كثير قبول من الوساط الطبية والعلمية لتفسير الألم السني وهي أصبحتها أكثر شيوعاً فيما يتعلق بذلك ضمن هذا الإطار ولتخفيف المثيرات التي تساعم أكثر في زيادة حركة السوائل العاجية صار في عنا العديد من المحاولات من أجل السيطرة على هذا المسبب من خلال تطبيق العديد من الأمور اللي حنتعرف عليها هلأ كما يضع بالسيلرز وهي المواد السادة أو اللاينرز المواد المبطنة أو البيزز أو الحجوات القاعدية كنا نتعرف واحدة واحدة على الموجودات بين إيدينا أول شي هي الكافيتي سيلرز الكافيتي سيلرز باختصار هي بارعاً مواد يتم تطبيقها على السطح العاجي تؤدي إلى تفاعل معين يتيجت تفاعل كيماوي تتشكل لدينا الأملاح هذه الأملاح التي تقوم بسد الأقنية العاجية ومجرد ما سدينا الأقنية العاجية ستخف بشكل أو بآخر بالرغم من وجود المثيرات حركة السوائل خروجاً مما يؤدي إلى تخفيف الشعور بالألم وفق النظرية الهايدرو ديناميكية لذلك تطبيق سيلرز غالباً هو يتم على جميع جدران الحفرة لأنه غالباً لديه فيلم ثكنس رقيقة جداً يترك على سطح السني يتبخر السولفنت الموجود فيه وتشكل طبقة تتفاعل كيماوي تتشكل البروتينات تقوم بسد الأقنية العاجية وتساهم بشكل كبير في تخفيف الحساسية السنية التالية للترميمات من المواد السيلرز المستخدمة في طب الأسنان المثال الأول والش أشهر هو الفارنش أو فارنيش الكوبال الفارنيش الكوبال هو مادة تستخدم تحت ترميمات الأملقام مثل ما حكينا هدفها إجراء العزل الحراري لذلك ترميمات الأملقام نحن نعرف أنه لها ناقلية حرارية عالية نحن بحاجة إلى وسط يقوم بتخفيف هذا الأسر من خلال استخدام فارنيش الكوبال وهو غالبا لا يحتاج إلى تخريش حمضي يطبق على جميع جدران الحفرة يجفف بالهواء يترك عندي طبقة عازلة وتطبق ترميم بعده وما في أي مشكلة المادة الرابطة من المواد أيضا السيلرز مستخدم المادة الرابطة بحد ذاتها يعني نحن بنعرف أن المادة الرابطة تطبق قبل ترميمات الكمبوزيت هدفها إحداث وإندخال ضمن الغؤورات التي تم خلقها نتيجة التخريش الحمضي وإندخال المادة الرابطة ضمن تفاصيل النسوج السنية من أجل تحقيق التثبيت الميكانيك المجهري أو الميكرو ميكانيك الريتنشن لما أنا بجي بطبق المادة الرابطة هي أيضا بنفس الوقت عم تقوم بدور الدور السيلرز اللي هي سد الأقنية العاجية وبالتالي عم تخفف من حركة السوائل وبالتالي تقوم ساهم في تخفيف الألام اللحن من الأمثلة أيضا على المواد السيلرز المستخدمة عنا مادة تدعى بالجلوما دي سنساتايزر الجلوما دي سنساتايزر تعطيني قادر على اختراق العاج حتى 200 مايكرون تعني عم تأدي إلى سد محكمة جيد جدا وتقوم بتشكيل عدة طبقات من البروتينات اللي تتقوم بسد الأقنية العاجية وبالتالي تمنع حركة السوائل وهذا يساهم في تخفيف الألام اللحن الجلوما دي سنساتايزر تتألف من هيدروكثيل متاكريليت ومن غلوتارالدهايد ومن الماء هاي مكونات الجلوما دي سنساتايزر من استطباباتها تخفيف الحساسية السنية للسطح العاجي المنكشف يعني مو بسطح العاجي اللي هو تحت الترميمات أو التحضير الذي نكشف نتيجة التحضير إلا أن أيضا لدينا بعض الأنماط من العاج المنكشف الممكن يكون نتيجة حتى أو سحل على المناطق العنقية فتنكشف المناطق العاجية فتأدي الحساسية أو أنماط مثل ما كناتنا بنعرف علاقة الملاط أو السمنتم مع الانامل مختلفة قد تكون السمنتم يغطي الانامل بشكل قليل قد يكون السمنتم يتمتع بعلاقة حد لحد مع الانامل وقد يكون السمنتم كاشف أيضا بشكل قليل لسطح العاجي والتالي عند انكشاف فهون يمكن نطبيع من أجل تطبيق طبيعه لتخفيف الحساسية السنية التالية إذاً يستخدم لتخفيف الحساسية السنية التالية في مناطق العاج المكشفة وأيضا يخفف الحساسية السنية التالية بعد إجراءات المعالجات الترميمية لتكشاف العاج طريقة التطبيقه شوي تختلف عن طريق تطبيق الحمض التخريج لازم ننتبه له أنه إحنا بعد ما نعمل العزل المنائم نطبق المادة منجفف بعدين منغسل تطبيق الحمض التخريش نطبق المادة لحمض التخريش حمض الفوسفور نغسل بعدين نجفف والهدف من ذلك هو التشفيف ويعطي وقت أكثر لإشراق التفاع الكيميائي ما بين المادة السيلر وما بين النسوج السنية من أجل تشكيل البروتينات السادة للأقنية العاجية ويعطي وقت أكثر للإندخال نقطة ثانية التشفيف يقوم بإزالة المحل وتشكيل طبقة متجانسة من المادة المطبقة كفيلم ثقنة سادة للأقنية العاجية وبعد ذلك نقوم بالغسل من أجل إزالة منتجات التفاعل الزائدة من ماء ومن حمل ومن أملاح ممكن تكون زائدة غير سادة للأقنية العاجية من شان ما تشكل عازل أو أي زية أو تساهم في التسرب الحفافي بعد أجراء الترميم وتجفف الحفرة لاحقة وتطبق المادة المهمية طبعاً هلأ شفنا السلايد اللي قبله عند الحساسية لما تكون عندي حساسية على الأسنان نتجة انكشاف سطح العاجب العنقي كآفات العنقية اللاناخرية ننكر سيرفيكال ليجن أما ممكن تطبيقه بالإستطباب الثاني هو تحت بعض التحضير أشواء التحضيرات من أجل تخفيف الحساسية السمية التالية مثل ما كون شايفين فوق عنا باليسار بعد تحضير الحفرة بعدين إجراءة العزل الملاعم تطبيق المادة التجفيف ثم الغسيل ومن أجل نفس الهدف وتطبق على جميع جدران الحفرة بتفرق هلا عن موضوع اللاينر سنحكي عليه أن السيلر تطبق على جميع جدران الحفرة إذن السيلر مثل ما عكينا عندنا الفارنيش كوبال عندنا الادهيزف سيلر تصدر كمواده رابطه وأيضا عندنا جلوما ديسنسيتيزر هذا فما يتعلق بالسيلر عندنا شكل آخر من الأشكال حماية اللبس سني ويدعا باللاينر أو المواد المبطنة والمواد المبطنة غالبا تتمتع بثخانة أقل من نصف ميلي السيلر ثخانته مهملة قليلة جدا جدا يعني في المتكنس كثير رقيقة إنما المادة المبطنة ممكن تصل تخانة صفاص واحد اثنين ثلاثة صفاص لأربعة وتكون أقل من صفاص لخمسة ميلي وهي تطبق من أجل تحقيق حاجز فيزيائي تجاه البكتيريا ومنتجاتها وأيضا لها دور مو بس حاجز لها دور علاجي من خلال تأمين الفعالية والخصائص المضادة للبكتيريا وخاصة عند استخدام موادات pH مرتفع تقوم بمقاومة الجراسيم فلاها دور ميكانيكي ولها دور حيوي في نفس الوقت من أشهر الأمثلة على المواد المبطنة هي الكالسيوم هيدروكسايد لاينر أو ماءات الكالسيوم واستخدمت الفترات طويلة كمادة مبطنة تتمتع بمزايا جميلة جدا من تقبل الحيوي والبقاش المرتفع والقدر القاتل على الجراسيم وأيضا قدرتها على تحفيز تشكل العاج المرمم أو العاج الاصطلاحي من أجل حماية اللب السني وتمألنا التقبل حيويا وأيضا تنشر تشكل العاج المرمم إلا أنه من سيئاتها أنها تتمتع بخواص فيزيائية ليست جيدة أيضا تتأثر بتطبيق حض التخريج عند تطبيقها لذلك يفضل تطبيقها بالجراسينومير المعدل برناتج مثل ما ذكرنا بمحاضرات سابقة بالإضافة إلى أن هذه المادة من سيئاتها أيضا أنها تتمتع بإنحلالية عالية وبالتالي عندما تتمتع بإنحلالية عالية هذا سيؤدي مع مرور الزمن إلى تشكل فراغات أسفل المادة المرممة وألم تالي وخاصة يتجلب الألم عند المرضى عند فتح الفم وليس عند الإغلاق يعني بيغلق المريض فمه ولما بيفتح فمه بعد بيقول لك صلوا بشهرين ثلاثة عامل حشوة لكن دكتور ماكت عم توجع لكن هلأ صرت عم بالمضغ عم توجع موسى على الضغط إنما على فتح الفم وننميز ما بين الألم اللي بيصير عند الضغط اللي هو بيكون نتيجة تداخل أطباقي عند الألم عن الألم اللي يصير عند الفتح اللي هو بيكون نتيجة وجود فراغ تحت الترميمات وفتح الفك بيؤدي إلى ترفيف الضغط وبالتالي إجراء ضغط سلبي وسحب السوائل بشكل سريع وتفسير الفرضية الهايدروديناميكية في إحداث الألم السنية من المواد أيضا المستخدمة كمواد مبطنة أيضا حديثا هي مواد الجلاس الأينومير سواء كانت المعدلة الميراتيج أو الجلاس الأينومير الصرف وهي تعد حقيقة حسب الدراسات والأبحاث من أفضل المواد المستخدمة كمواد مبطنة تحت ترميمات الكمبزيت لأنه التقال لها دور جيد في عملها كستريس بريكر في تخفيف الإجهادات التقلصية طبعا أيضا ممكن تستخدم كمادة تغطي المادة المبطنة الأولى اللي هي ماءات الكالسو من مزاياها كلمة ما بنعرف الجلاس الأينومير ارتباطه الكيميائي مع النسج السنية وتحريره للفلورايد يتمتع الجلاس الأينومير بحموضة أولية خلال أول 24 ساعة تزول لاحقا عند التصلب استجابه للب السني مقبول جدا حتى بالنمط اللي هو الثنائي التصلب أو المعدل بالراتنج مثل ما حكينا أنه يخفف التسرم الحفافي أيضا وجده تحت ترميمات الأملقام وأيضا يستخدم تحت ترميمات الكمبوزيت ويخفف من التسرم الحفافي لتخفيفه من الإجهادات التقلصية اللي حكيناها سابقا إذن تطبيق المادة المبطنة هي تطبق مادة بفيلم ثيكنس لا تزيد عن نصف ميلي وتفرج على السطح بشكل كامل والهدف منه أنه نعمل باريير باريير حاجز فيزيائي يمكن أن يطبق وإضافة إلى استفادة من الخواص المادة المطبقة صورا كانت ماء الكالسيوم صورا كانت السابق المكتور كامل ومثلا أننا مشاهدون هون من أن يتم التطبيق بالرزين موديفات السابق المعدل والهدف الفيديو اللي قبله كان عبارة عن السابق السابق المهاء التصلب ولازم نعرف أن عند تطبيق السابق ذات التصلب يجب انتظار 24 ساعة قبل أن تجرأ المراحل الترميم النهاية أما عند تطبيق متما أننا مشاهدون هون فيمكن متابعة الترميم في نفس الجلسة هون كما نرى تم التطبيق ممكن تطبيقه بشكل بريسايز وجيد جدا وإجراء التصليب الضوئي والتأكد من طبال الموري المادة وبعدين الانتقال إلى إجراء المعالجات الترميمية الأخرى واستفادة من خصاص المادة المباطنة في حماية السطح العاجب ايضا في عنا شكل اخر هو الكافيتي بايزز كافيتي بايزز هيدا تستخدم مواد تخانتها اكثر من نصف ميلي تستبدل هون بلش يكون دورها ايضا كدور مادة مرممة جزئيا تستبدل جزء من المواد المفقودة وتكون تخفف من كتلة المادة المرممة الأخيرة والتالي تخفف من قمية التقلص التصليب والاستخدامه ايضا تبلوك ده اندركاتس وخاصة في التحضيرات غير مباشرة من اجر الاحترامات الانلي والاونلي فاحيانا قد يكون لدينا بعض مناطق التثبيت بدلا من ان نقوم بازالة النسوج السنية اكثر لفتح التثبيت واجعله غير مثبت يمكن بلوكينغ ده اندركاتس او سد المناطق التثبيت بتطبيق الغلاس عينومير او تطبيق مواد البيزز مشان نستفيد من هذه الخواص من المواد المستخدمة كحشوات قاعدية عنا اسمنت اكسيد زنكول اوجينول لازي استخدم الفترة طويلة حقيقا اسمنت اكسيد زنكول اوجينول استخدم فترة طويلة له دور ملطف لللب السني لكن مؤخرا توقف استخدامه بعد ما صار في عنا اشارات استفهام ايضا على سمية المادة بحد زاتها وتأثيره وخاصة عند اجراء الترميمات لاحقا لانه بتأثر المادة الاوجينول على الارتباط مع النسوج السنية عند تطبيق ترميمات الكمبوزيت لاحقا تطبيق ايضا زنكفوسفات سمنت لكن نحن نعرف انه زنكفوسفات له حموضة عالية فبالحالات الحية ممكن يكون له تأثير سلبي على النسوج السنية اضافة لبوليكاربوكسي سمنت من المواد التي استخدمت ايضا كمواد حشوات قاعدية من افضل مواد حشوات قاعدية التي استخدمت وما زالت تستخدم حتى يومنا هذا هو مادة سمنت الزجاجي قرر تنجي سمنت الزجاجي الشاردي سواء بنمطه التقليدي او نمطه المعدل بالراتج وغالما نحن بنلجأ للبيزز ما قلنا لتخفف كتلة المادة المرميمة وخاصة عند انشاء ترميمات الكمبوزيت تخفيف تقلص تصلبي كلي وايضا من اجل اعادة استواء السطح اللبي وخاصة عند وجود مناطق عميقة وهذه المناطق العميقة تستوجب تطبيق مادة تعيد استواء السطح اللبي من اجل استعادة المبدأ المقاومة الثانوي من اجل مقاومة القوى الاطباقية مثل احنا مادنا شايفين هون عندنا حفرة في منطقة العميقة واللاحظ كيف انه هي مرخفضة هون مع منطبع مادة مبطنة لما يكون ثخانتها اكثر نصف ميلي تستخدم كمادة مبطنة لكن من استخدم كمية اكبارة تصبح اسمها مادة حشبة قاعدية كما تكون شايفين وبعد تمام التصلب ملاحظ كيفية استبدأت جدار اللبي صار عن جدار لبي اخر نستطيع بعدها اجراء الترميم نستفيد باستواء جدار اللبي وازديادة مقاومة القوى الاطباقية بشكل عمودي عليها بالاضافة الى تخفيف كتلة المادة المرممة وما يتبعه من تخفيض من كتلة التقلص تصلب الكل طبعا احنا حكينا ايضا الجلاس اينومير ممكن يستخدم كتانيتين الابن او الكلوس ساندويش في حالة السابقة هي كلوس ساندويش تكنيك في الحالات اللي بيكون عندي جدار اللبي الجلسوي خالي من الميناء نحن السابق من يجل التحصيل الارتباط لانه الارتباط المعدل الаньшеinated والنسونسي بارتباط الكيميائي جيد اتفضل الارتباط ميكانيكي المجهري مع مادة المرممة المFreطات مع العاج و外衛 بالنسبة لي کلاس اينومير مع عامج بشكل عائمة انسانوصي الاست트 اندباط المحافظ كيماوي ممكن افضل الارتباط الميكانيكيтории مع ciساة عاجي خالي من الميناء والتالي بدنا نعمل شي اسمه الـ Open Sandwich Technique والـ Close Sandwich Technique معكينا تكون ما بتتعرض حوافه أبدا للوسط الفاموي وتغلق مباشرة ومستفيد من تخفيف كتلة المادة المرمب وتخفيف التقلص التصلبي الكل في النهاية كقاعدة من أجل تطبيق البازنج واللائنج والسيلينج ما بيصير أنا كرمال يجيب دي طبق مادة حجب قاعدية أو مادة مبطنة إن أنا أزيل النسوج السنية كرمال أخلق مسافة حتى تطبق مادة مبطنة إن هذا الموضوع مانو مفيد لأنه أهم شي عنا نحن الحفاظ عن النسوج السنية بشكل أساسي ممكن نستخدم المواد الـ Base من أجل الـ Block to Undercuts وهذا يجب استخدامها بشكل جيد صراحة غير منتبه فائدة بشكل كبير نقوم أحيانا بزاق نسوج السنية زايدة من أجل الحصول على تحضير غير مثبت بينما نستطيع بتطبيق بسيط للـ Base إنه نحن تـ Block the Undercuts وبالتالي نحول مناطق مسبتة إلى مناطق غير مسبتة ونستفيد من الحفاظ عن النسوج السنية بشكل أكبر نستخدم المادة المبطنة في أقل ثخانة أقل من نصف ميلي وسيلة ويكون عاديم الثخانة تقريباً ويطبق من أجل سد الأقنية العاجية الدراسات أيضاً بحاجة أيضاً تدعم استخدام الأدهيزف لير تحت ترميمات المعدنية أو ترميمات الأماليقام باختصار تعرفنا اليوم بمحاضرتنا على نسببات الألم اللبي والفرضية الهيدرو ديناميكية والتأثيرات الحرارية وكيف نحن ممكن نتغلب على هذه الأمور من خلال استخدام السيلرز ويكون تطبق على جميع جدران الحفرة وثخانة خليلة وأيضاً تعرفنا على اللاينرز وهي تؤدي إلى دور باريير فانزيكال باريير وبنفس الوقت تؤدي إلى دور ملطف علاجي من خلال استخدام بعض المواد والتي نجب أنها تزيد ثخانة عن نصف ميلي وهنا تجلب الإشارة أن المبطنة تطبق على مناطق محددة في العاج السني وليس على جميع جدران الحفرة والبيز ماتيريال هي تطبق من أجل استعادة كتلة من النسوة السنية المفقودة تخفيف كتلة النسوة المرممة النهائية وإعادة المبدأ المقاومة الثانوية والانتباه بظل ذلك كله على الحفاظ على نسوة سنية ملائمة من أجل حفاظ على اللب السنية وهو العامل الأساسي من الانتبارات اللبية في مطاعة أسناع الترميمية هيك مكون أنا خلصت لكم الجزء الثاني من هذه المحاضرة وبيبقى علينا جزء أخير إن شاء الله منتقل ومنطرأ له في المحاضرة القادمة ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر